تحت رعاية سمي الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمل الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفقري للاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسبقات القدرة أقيمت اليوم منافسات بطولة ناصر بن حمد لقفض الحواجز 2024 التي نظمها الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسبقات القدرة على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بنادي راشد للفروسية وسبقات القدرة وقد توجى أنجال سمي الشيخ ناصر بن حمد أصحاب المراكز الأولى في البطولة بحضور سمي الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمي الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسبقات القدرة وقد شهدت البطولة حضور رئيس لجنة قفض الحواجز بالاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسبقات القدرة الشيخ عبدالله بن محمد الخليفة وعدد من أعضاء الاتحاد وجماهير غفيرة بهذه المناسبة هنأ سمو الشيخ ناصر بن حامد الفرسان الفائزين بالمراكز الأولى مشيدا سموه بالمستويات الفنية الكبيرة التي قدمها الفرسان المشاركون ومؤكدا سموه أن هذه المستويات تعكس بشكل واضح استعدادات الاستبلاط والفرسان لهذه المشاركة والتي ساهمت بشكل كبير في ظهار التنفسية التي انعكست بصورة واضحة على المستوى العام للبطولة من جهته قدم سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفرسية وسبقات القدرة عن خالص الشكر والامتنان والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حامد على رعاية سموه الكريم للبطولة وتشريف أنجال سموه لحضور المنافسات وتتويج أصحاب المراكز الأولى مؤكدا سموه أن رعاية سموه تعكس مدى حرصه واهتمامه الدائمين على دعم جميع بطولات الاتحاد الملكي البحريني للفرسية وسباقة القدرة مهنئا سموه الفائزين بالمراكز الأولى ومتمنيا حضا أوفر لبقية المشاركين في البطولات القادمة مهنئا سموه الفائزين بالمراكز الأولى و P مهنئا سموه الفئرين بالمع